كتاب الله كتاب الله كتاب الله يا خير الكلام كتاب الله يا خير الكلام بلاغتك ارتقات على مقامي فبين فواتحي سور ارتباط بآيات أتات مسك الختام كتاب معجز لا ريب فيه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فنسل الله التوفيق والسداد في هذه الحلقة نأتي إلى وصف إبراهيم عليه السلام من قول الله تعالى قانتا لله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله تقدم الكلام على أمة وكيف وصف بهذا الوصف العظيم قانتا لله القنوط في اللغة هو دوام الطاعة وقوموا لله قانتين أي قوموا لله جل وعلا طائعين خاضعين له سبحانه كذلك كان إبراهيم عليه السلام كان قانتا لله كان مخبتا مطيعا لله سبحانه وتعالى وهذا ما جاء وصفه في سورة هود أيضا وفي سورة التوبة إن إبراهيم لحليم أواه منيب أواه إيش معنى الأواه هل أصله في اللغة من التأوه أي التوجع وهذا مستعار لمعنى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتعبد له في كل زمان وفي كل ظرف مثلا لا يقوم ولا يقعد إلا ويذكر الله هذا معنى التأوه أي كأنه شكاية حال إلى الله سبحانه وتعالى الذي يلخص لك معنى العبودية والافتقار لله جل وعلا هذا معنى القنوط دوام الطاعة سواء كان الإنسان في حال الرخاء أو في حال الضراء أكثر الناس في حال الرخاء لا يشكرون الله يلتهون بنعمة الله عن الله تطغيهم النعمة فينسون من أعطاهم النعمة وإبراهيم عليه السلام كان أواها مخبتا قانتا لله جل وعلا في كل أحواله يدعو الله ويتعبده في كل زمان ومكان قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين حنيفا تكرر في القرآن وصف إبراهيم عليه السلام بأنه حنيف كما تكرر أيضا وصف ملته الملة التي كان عليها بالحنيفية بل ملة إبراهيم حنيفا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بالحنيفية السمحة ما معنى الحنيف الحنف في اللغة هو الميلان وهو أصله في اللغة مشتق من ميلان الساق الشخص الذي يمشي وساقه مائلة يسمى أحنف يقال فلان أحنف لأنه يمشي على هيئة فيها ميلان ليست معتدلة ثم أطلق الحنف على الميلان على الميلان عن الشرك ويا ترى لماذا وصف التوحيد الذي كان عليه إبراهيم بالحنيفية ولماذا وصف إبراهيم عليه السلام بأنه حنيف حنيفا لماذا وهو في أصل لغته بمعنى الميلان لأنه عليه السلام خرج في زمان ليس فيه من يعبد الله قاطبة إلا هو عليه الصلاة والسلام هو الموحد وحده ولذلك كان أمة فلذلك إبراهيم عليه السلام مال عن الشرك الذي كان عليه عامة الأرض حينئذ مال عنه إلى التوحيد فسميت بالحنيفية لأن كل الناس كانوا على ضلالة وعلى باطل وشرك بالله جل وعلا حنيفا ولذلك معنى الحنيف أنه كان على التوحيد ومتباعدا غاية البعد عن الشرك لم يقترب منه أبدا بل كان أحذر ما يكون ولذلك كان من دعائه كما سيأتي إن شاء الله وجنبني وبني أن نعبد الأصنام سأل الله لنفسه ولذريته أن يجنبهم الله تعالى عبادة الأصنام وهذا من معنى كونه حنيفا لماذا؟ ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس أكثر الناس يظلوا عن سواء السبيل فكان إبراهيم مائلا عن الضلال إلى الحق ثابتا عليه داعيا الناس إليه عليه الصلاة والسلام ثم أكد أكد هذا المعنى وهو معنى حنيفا أكد المعنى ولم يكن من المشركين لم يكن في زمانه في حال الشرك أبدا فنفى الله تعالى عنه الشرك وعن كونه متلبسا به ثم قال بعد ذلك شاكرا لأنعمه أعظم نعمة تعطاها وتوفق إليها نعمة الهداية أن تكون عبدا لله مخلصا له الدين شاكرا لأنعمه والأنعم جمع نعمه يعني أنعم عظيمة جدا تعدها ولكن لا تحصيها شاكرا على وزن اسم الفاعل لأنه يدل على ثبات الشكر ثبات صفة الشكر في إبراهيم عليه السلام ولذلك المسلم يشكر الله على كل أحواله دائما الشكر لله سبحانه وتعالى اجتباه أي اختاره الله تعالى واصطفاه لماذا؟ لأن الله قال قبل ذلك وكنا به عالمين وهداه إلى صراط مستقيم هداه إلى ملة التوحيد وآتيناه في الدنيا حسنة الحسنة تشمل كل ما يطلبه الناس في الدنيا من الرزق الطيب المبارك فيه ومن الزوجة الصالحة ومن الذرية الطيبة ومن الثناء الحسن وغير ذلك مما يدخل في معنى عموم الحسنة وكل ذلك آتاه الله إبراهيم عليه السلام وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين وهذا من ثمرة دعوة إبراهيم عليه السلام كما جاء في سورة الشعراء وألحقني بالصالحين دعا الله أن يلحقه بالصالحين فأثبت الله له هذه الصفة وقال وإنه في الآخرة لمن الصالحين أي علاوة على ما كان فيه من حسنة الدنيا ومن الحياة الطيبة التي هي ثمرة التوحيد ثمرة كونه حنيفا عليه السلام ولذلك المسلم الموحد القانت لله المخلص لله الله جل وعلا يعجل ثوابه في الدنيا قبل الآخرة يعطيه ثمرة توحيده وإخلاصه الدين لله سبحانه وتعالى في الدنيا من بركة يراها لا تكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى والثواب العظيم وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولذلك ربنا يقول لعموم الموحدين ولعموم المخلصين لله جل وعلا من جاء بالحسنة فله خير منها أي من أتى بالحسنة وأعظم الحسنات يا حسنة التوحيد من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة لهم في الدنيا حسنة ولا دار الآخرة خير ولا نعم دار المتقين أي ما ادخره الله من الثواب العظيم في الآخرة أمر يفوق الوصف ويخرج عن الخيال نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المخلصين الموحدين إنه سبحانه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد فأشرقت الحروف به بيانا وفاضت مثل غيث من غمامي وفاضت مثل غيث من غمامي